المحطات المهمة بقى المحطات من طفولتها لحد ما بقيت بنت خلاص قررت ان هي تدخل في الوسط الفني او اشياء القدر ان هي تدخل في الوسط الفني ايه المحطات المهمة اللي اثرت في حياتها هو بص كل يعني مرحلة كانت بالنسبة لها مرحلة مهمة جدا واستفادت منها اقصى استفادة يعني سواء مرحلة التفولة لما قدمت يوم سعيد وبعده فيلم يعني بشوية رصصة في القلب دي كانت مرحلة مهمة جدا ولفتت الانظار بشدة بعد كده المرحلة الاهم في اعتقادي انا والتي تعلمت منها فاتن حمامة كتير جدا سواء في التمثيل او حتى ان هي في نجوميتها ازاي تبقى نجمة ومحافظة على نفسها مرحلة ارتباطها بعزي الدين زورفقار عزي الدين زورفقار مخرج مش طبيعي ومش سهل وحد عنده فكر وحد عاشق لمهنته وعاشق لصناعة النجوم ان هو بيحب الممثل ويعرف ازاي يطلع من الممثل ده اجمل ما فيه ويقدمه في اجمل صورة وكان زوجها كمين طبعا؟ في الاول طبعا يعني ما حصلش لكن بعد كده لما ارتبطوا يعني وبقى زوجها كان برضو نفس الاحساس هو ما كانش بيعمل ده لان هو حابب فاتن حمامة وعايزة تزوزها بالزبط هو بيعمل ده ان هو حابب الموضوع ده وحتى بعد ما انفصلوا وقدم معاها افلام حتى بطلتها هي وعمر الشريف يعني عزي الدين زورفقار عمل افلام لها هي وعمر الشريف مع بعض بعد ما انفصلوا فكان هو فكرة ان وشايف مين دي وعارفها كويس وعارف قدراتها التمسيلية وهي كمان كانت بتشتغل من بدايتها باحترافية شديدة وكانت عارفة بالزبط من اول يوم وكأنها عارفة هي عايزة ايه؟ بالزبط من اول يوم عارفة ووثقة من نفسها جدا ووثقة من ان هي هتقدم شيء هيبقى يعني هيذكر بعد كده فدي كانت بالنسبة لها حاجة مهمة اوي ان ازاي تعمل ده واختياراتها حتى في البداية لما طبعا هي في البداية كان والدها اللي بيختار لها الافلام علشان كان حريص ان ما بقاش فيه قبل ولا بتاع ولا كلام ده فهي بعد شوية اتمردت على ده مش علشان القبل هي فضلت فترة طويلة لحد صراع في الوادي مفيش قبلات في الافلام خالص لكن انا نقصد انها عايزة تعمل ادوار بجد مش مجرد الادوار اللي بيختارها لها وليدها بس فتمردت في مرحلة من المراحل حتى شفنا افلام مثلا من نوعية الياتيماتين بايوما فاندي افلام في المرحلة دي هي قدمتها علشان تتمرد على نوعية البنت الغالبانة المستكينة اللي هي بتقدمها انا عايزة تعمل اشكال مختلفة من الحالات الانسانية اللي هي ممكن تكون بتقابلها وبتشوفها جميل